يعني يمكن بعض الاسئلة عايز اجابات اللغرافية سريعة نعم عن هذه الاسئلة واحد بيقول انا عندي 45 سنة وعمري ما صمت في حياتي هل ممكن ابدأ الصيام النهاردة ولا الوقت فات لا طبعا مفيش حاجة اسمه الوقت فات مادام ممتع بعقله وادراكه وصحته فالباب التوبة مفتوح لا يغلق ويبدأ يصوم وعليه يعمل بقى ايه في اللي فات يا دكتور عمر ان هو اذا يقدر يصوم هذه الايام كلها مفرقة حتى لان يلزموا قضاها من يوم ما بلغ سن الرشد واصبح مكلفا يلزموا قضاها هذه الايام يعني يلزموا يقضيها ازاي طيب ده 45 سنة يعني من يوم ما بلغ عنده مثلا 14 سنة 15 سنة مثلا يعني فيه 33 سنة ما صامش 30 سنة مثلا اما مفرقين يصوم اتنين وخميس يصوم كل ولا ممكن يطلع كفارة او ممكن يكفر عنها في هذه الحالة اذا فيه مشقة في الصيام احنا عندنا برضو عنصر مهمة ولازم الناس تبقى فاهماه ساعات حد لان عملت عملية جراحية سفرت اطلع ايه لا حضرتك البديل الاول عن الصيام هو القضاء فاذا عجزت عن القضاء او كان فيه مشقة وعلى الذين يطيقونه يعني يتحملوا بمشقة فعدة من ففدية لا معلش يعني واحد على سفر لازم يعاوض اليوم اللي هو ما صاموش لا اذا هو افطر يعني واحد على سفر وفطر يعوضوا ولا طلع كفرة ايه طبعا اذا افطر يبقى فعدة من ايام اخر طب واحد ايام العملية خلينا نوضحها برضو لناسها دكتور عام البديل الاول عن الصيام اذا كان العزر بتاعه مؤقت غير دائم هو القضاء الايام دي ان انا عوض الايام دي امتى اقول بقى افدي وطلع الفدية اذا عجزت عن البديل الاول مرض مستمر او واحد مرض مثلا مرض مزمن واحد كبير جدا في السن مثلا امرأة بيتكرر عندها الحمل والرضاع باستمرار يعني الاصل اللي بيعمل العملية او المريض انه هو يصوم فعدتهم من ايام اخرى اه وامتى باه الجأ للبديل الفدية بديل عن القضاء وليس عن الصيام طيب الجأ لصاحب العزر الدائم واحد والده كان عايش وتوفى وكان يعني عليه ايام ما صمهاش عشان كانت كم مريض هو بيسأل هل يصوم عن ابوه هل لا يطلع فدية عن ابوه او كفارة عشان ابوه ما صمش الايام قبل ما يموت واحدة رحت لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتسأله نفس السؤال ان امي ماتت عليها صيام او ابي مات عليها فقال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قضيته قالت نعم قال اقضوا فدين الله احق بالقضاء طب نقضي هل تصوم عنها قال جمهور العلماء ان الصيام من العبادات التي لا تقبل النيابة يعني ممكن سيادتك تقول لي خد الفلوس دي وروح اعمل لي حج عشان مش قادر رأي حج فالحج من العبادات اللي تقبل النيابة لكن ينفع حدك تقول لي صلي لي ركعتين صلي لي عشاء النهاردة عشان مش قادر اصلي العشاء ينفع تقول لي صوم لي مثلا النهاردة اليوم الفلاني عشان غير قادر ففي عبادات لا تقبل النيابة فهي بتفدي عن أبيها أو عن أمها وتخرج تقدر هذه الأيام إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطرته هذه الأم أو أفطرته هذا الأب شاب بقيت لي بيقول لي أنا عندي 30 سنة وأنا أصوم ليه؟ أنا ما تعودتش أصوم ومعاديم مش مختنع بالصيام أقول له إيه؟ إحنا بنقول له خلي بالك الصيام ده فريضة من فراغ الإسلام وإذا كنت مسلما على فكرة هو جهة غريبة جدا يقول أنه هو كمان وأغلب صحابه وبصموش للأسف الشديد في بعض الناس فعلا أو عدد كبير من الشباب فعلا نظرا لضعف الوازع الديني وهشاشة الثقافة الإسلامية بداخلهم بيخلول لك أنا هجوع ليه؟ هو ربنا يعني يعني بيعذبني بيلجوع ليه؟ الجوع ليست الصيام ليست عذيبا الله يرحمه كان أمير الشعراء أحمد شوقي له كتاب جميل أو اسمه أسواق الزهب ده يعني متن نسري جميل جدا يقول الصوم حرمان مشروعة وتهزيب بالجوع وخضوع لله وخشوع فهو ده بيهزب وجدنا وبيرتقب بنفسنا وبيقربنا من ربنا سبحانه وتعالى وما فيوش أي مشقة ولا حاجة هي الفكرة أنه هو فطم للنفس عن مألوفاتها أبو واضح أنه مش مقتنع بفكرة الصيام نفسها نعم نقوله إيه؟ ده بنقوله بالمنطق برضو بالحجة بنقوله بالمنطق ربنا سبحانه وتعالى أنت مسلم ولا لأ بتعبد ربنا يعني مقتنع بفكرة الطاعة لله وأن فيه سواب وعقاب ولا لأ النفس صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر شخص يوما عامدا متعمدا في نهار رمضان بغير عزر يعني بغير عزر لم يكفيه صيام الدهر كله وإنصامه هيجي يوم من الأيام هذا الشاب هيكبر ويبدأ يحس الله أنا محتاج ربنا قوي أنا عايز أقرب من ربنا طب الأيام اللي أنا فترتها دي كلها لم يجزه صيام الدهر كله وإنصامه وعايز أقوله برضو للشباب اللي هم دكتور عمر معتقد أن الصيام ده بيدر رشقته بيدر جسمه بيدر صحته أحد العرب زمان بيقوله ابنه بيقوله حكمة جميلة جدا بيقوله يا ابني ألا أعلمك علما يتعايا فيه العلماء يعني يعجز عنه العلماء وطبا يتعايا عنه الأطباء يعجز عنه الأطباء وحكمة تتعايا فيها الحكماء قال له نعم يا أبي بلى يا أبي علمني قال له أما العلم الذي يتعايا فيه العلماء فإذا سئلت عما لا تعلم فقل الله أعلم وأما الطب الذي يتعايا فيه الأطباء اللي هو الطب الذي لا طب بعده فاجلس على الطعام وأنت جائع وقم عنه وأنت تشتهيه ما ملأ ابن آدم وعاء قط شر له من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وسلث لشرابه وسلث لنفسه وأما الحكمة التي يتعايا فيها الحكماء فإذا جلست في نادي قوم فاسكت فإن أفاضوا في الخير فأفض معهم وإن أفاضوا في الشر فقم عنهم ده اللي احنا بنقول له لهذا الشاب يعني طيب الحقيقة سيدة فاضلة ست مسنة عندها 75 سنة بتقول أن هي متعودة أنها تصوم رمضان طول عمرها نعم لكن الطبيب الكلا قال لها أنها تمتنع عن الصيام وهي مصممة على الصيام فسألت أحد المشيخ فقال لها إذا أنت صمتي فعليك زنب وليس عليك ده حقيق وليس لك أجر هل ده صحيح؟ نعم نعم إحنا مش نقول عليها زنب يعني بس نقول أن هي خالفت الأولى وظلمت نفسها وأسايت إلى نفسها تطبيق شرع ربنا سبحانه وتعالى ربنا مش بعذبنا بالشرع ولا يعذبنا بالعبادات ده ربنا سبحانه وتعالى في آية الصيام بالذات قال يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى إلى آخر الآية عندنا قاعدة يا دكتور عمر قاعدة فقهية جميلة جدا بتقول صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان نقول لها يا مولانا نقول لها لا افطري واسمع كلام الطبيب لأنك بذلك تتلف نفسك والله سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا با يديكم رجل مصري عايش في لندن بعت بيسأل بيقول احنا عندنا الصيام بيستمر من الساعة أربع الفجر لغاية الساعة تسعة ونص مساء نعم افطر وفي رأي قال ان انا افطر على توقيت مكة افطر ازاي على توقيت مكة والدنيا لسه طلع فيها نهار مظبوط بس ايجا بس سيعشا بس وقتين قرابي احنا بنقول له ان نشوف اقرب مركز اسلامي عندك هو بيعمل لهم الدول الاوروبية كلها المراكز الاسلامية المتخصصة فيها بتعمل للناس بتقدر لليوم قدره يعني بتشوف الساعات اللي الناس متعودة بتصومها قد ايه هما بيعملوا هذا الكلام وفي رأي مكة المكرمة ده لكن الرأي الراجح انه بيذهب الى اقرب مركز اسلامي ويشوف نظام التوقيت عندهم ازاي لكن يعني معقول حيفطر والنهار طالح هو حضرتك في المراكز الاسلامية بيراعه ذلك هو بيشوف الموضوع ده حصل بيقوله بعد عدد 14 ساعة لا لا هي ملاحش علاقة انه 14 ساعة تم احنا عندنا مثلا في البلاد المعتدلة في مصر وغيرها ساعات في الصيف تلاقي اليوم قرب على 17 ساعة النهار فها ملاحش علاقة بطول النهار او غير الا بقى لو مثلا في بعض البلاد اللي بتبوص تلاقي الليل فيها ساعتين بس والنهار 22 ساعة في بعض المناطق كده لكن احنا بنقول له يذهب الى مركز لو فيه مناطق على فكرة بطلعش فيها نهار خارس جنساعة ما فاش امد اه بتقول ان جوزها بيصوم لكن ما بيصليش هل تقبل يقبل صيامه الصلاة عبادة والصيام عبادة دي مش مترتبة على دي لكن احنا بنقول له طبعا انت سايب اصل الدين الصلاة وعماد الدين واول ما يحاسب عليه المره في قبل انقلها الصلاة وهي عنوان العمل اذا فسد اذا صلحت الصلاة صلحة سائره عمله واذا ضاعت الصلاة ضاعة سائره عمله بيضطر انه يشتغل بالليل بيضطر انه ما يقدرش يصلي الترويح لان الطبيعي يتعامل وبتفرض عليه انه يشتغل طول الليل بعد المغرب هل صلاة الترويح متممة للصيام لا ملا هي فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه فالترويح سنة ما هيش فرض يعني غير فرضية الصيام خالد لكن احنا بنقول له طبعا ده قيام رمضان فرصة مباركة واذا كنت لا تستطيع ان تفعل ذلك في جماعة صليها لوحدك في اثناء عملك بما لا يؤثر على العمل العمل عبادة وتقوته يصلي كم ركعة مولانا ما استطاع 11 ولا 23 ولا لا لو قدري صلي 8 ركعات والشفع والوطر 3 ركعات زوجة بتسأل انا كنت متعودة صلي الترويح دايما في المسجد فواحدة من صديقاتها لا لا صلي في البيت واستند الى حديث شريف هل صلاة المرأة في المنزل افضل ام في المسجد صلاة القيامة صلاة الترويح ثم التهجد اللي بتبقى بالليل دي بالنسبة قولا واحدا للمرأة في البيت افضل في البيت لان في حديث بيقول كده افضل صلاة الرجل في بيته الا المكتوبة الصلاة الخامس ومعركة حامية الوطيس بين الفقهاء في هل صلاة المرأة في بيتها افضل ولا في المسجد افضل في الفريضة يعني في الصلاة الخامس تخيل يا دكتور عمر معركة حامية الوطيس بين الفقهاء صلاة هفيتها افضل ولا في المسجد افضل بالنسبة للفرائض الصلاة الخامسة فما بالك بالنوافل بقى لكن احنا نقول ان احنا هي بتروح السوق وبتروح الشغل وبتروح النادي وبتخرج في كل مكان مش هنجي نقفل على بقى بالمسجد بقى اللي هو البوابة الوحيدة اللي بتعرف خبره واحدة بتسأل بتقول أنا مش محجبة لكن بصوم رمضان لكن هل عليها تعالى ما أنا صايمة لازم أغطي الشعري في رمضان الصيام مالوش علاقة بالحجاب يعني هو الصيام بيدعونا لاكتساب كل الفضائل ونحن نكمل منظومة التدين لكن هل السافرة اللي مش محجبة صيامها غير مقبول أو صيامها باطل وعليها قضاء بعد رمضان بعد ما تتحجب يعني لا طبعا مالوش علاقة بالسؤالة اللي مربوط بيها واحدة شابة في الجامعة بتقول أنا في رمضان بتحج بس بقلع الحجاب اللي تلاقيت هذا انتكاس عجيب في العبادة وفهم عجيب للعبادة المفروض انت بتعبود ربنا في رمضان بس يعني هي معتقدة هو وبفطرتها وحسها الديني عارفة كويسة وموقنة ان الحجاب ده من الدين وانه ده من منظومة التدين اللي ربنا فرضها على الناس هالربنا اللي فرض هذه المنظومة موجود في رمضان وبيغيبوا العزب الله بعد رمضان ولزاك سيدنا نفسه أحد الناس كان يخطف في قاملهم يا أيها الناس كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين اوه وتجوا في آخر رمضان تقلع عن العبادة من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات وقد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت واحد متعود انه مريض فبياخد بخاخة خاصة بالرب وأخرى كبخاخة للأنف هل هذا يبطل الصيام؟ هي مسألة البخاخة مختلف فيها وبقى فيه ناس فالصالة قال إذا كانت بس عبارة عن هوى بس أو حاجة توسيع الشعب الهوائية فلا بقى سواء سيد زكار رزاز الأنف من المنافذ المفتوحة للجسم فقالوا انها بتفطر والمسألة خلافية لكن هو إذا يقدر يستغنى عنها مدة النهار بقى خرج من الخلاف إذا عملها إن شاء الله نرجو أن لا تفطر صيامه بإذن الله وأظن دار الإفتاة المصرية كانت أصدارة فاتوة بهذا الخصوص حدي بيسأل بيقول يعني زكاة المال هو متعود يطلعها دايما في رمضان نعم فهل يستحب إخراج زكاة المال بشكل عام في رمضان ويستحب أنها تطلع فلوس ولا تطلع طعام هو يفضل أن إخراج زكاة المال في رمضان باعتبار نحن بنتوخى لها وقت أفضل والعمل فيه له أجر ليس في غيره والعشرة الأخيرة أفضل من العشر الأولى في العمل عشان إصابة ليلة القدرة فهو ده التفكير ده يعني الأفضل في زكاة المال أن تكون مالا ودي المال ده للفقير أمل لكوله ياخده بقى يأكل يشرب يتعالي لكن ما بيش حاجة تحرم لو طلعتها أكل شنط مثلا أكل مثلا يعني مثلا افترض الناس محتاجة لطعام مثلا عارف يا دكتور عمر إيه أنت أنا أعمل ده لو أنا مثلا عارف شكية الرجل لأدلله الزكاة ممكن يشرب بها سجاير ممكن يهدرها في صهارات أو متلاف هو يعني فأنا بعمل حاجة من اتنين إما أن أنا بجيب بها حاجات عينية تروح له مباشرة يأكل واشربه وضروريات البيت وكده يا إما أن أنا بروح ست البيت اللي يابت وباشر عملية الأكل والشرب والكلام ده وادهالها إنما زكاة الفطر في أصناف معينة كانت تخرج منها وده الأصل فيه ثم الأحناف استندها لفاته سيدنا سعاد بن المصيب رضي الله عنه ورضاه وغيره وعمل سيدنا معاذ بن جبل لما راح اليمن وبدأ ياخد القيمة في زكاة الفطر قالوا أن يجوز أن تخرج مالا من هذا المنطلق وده الأفضل والأنفع للفقير والأوفق لمصلحة الفقير هل يحرم منطلق في رمضان؟ لا مانع منه في غير رمضان أو غير رمضان إذا كان هناك ضرورة تنتدعوا إليه يعني لما ليش علاقة يعني برمضان واحد بقيت لسؤال غريب جدا حقيقة بيكلم عن واحد صاحبه بيقول بيصوم رمضان لكن هو بيشرب المخدرات بعد رمضان ده حصل السنة اللي فاتت أعوذ بالله فده وضعه إيه؟ ما ده إحنا بنقوله ده ما استفدش حاجة من رمضان خلص يا دكتور ده خرج من رمضان يعني امتنع عن الطعام والشرف في رمضان ثم بعد ذلك لا صلى ولا صامة وانتهت قصة السيام بالنسبة له وكان رمضانيا لا ربانيا وبرضه على كل مش هنقفل البف وشه ونقوله احرص على أن تقبل على الله ربنا غفور ورحيم ولو خلقتموهم لرحمتموهم وقف على باب ربنا واضرع إليه وأكيد هو مسكين يعني محتاج اللي ياخد بيده يوقف على باب ربنا سبحانه وتعالى